نشاطات صيفية نعرف قدي نجح الحدث السنة الماضية توقعتوا خطيتوا كل التوقعات بلجتوا بعدد معي من العرضين ومن النشاطات والأفكار وهالسنة تطور كتير هالمهرجين ورح تخبريننا كيف بداية ليش اسمه فلاشباك طافي مثل هديك السنة واتفكرنا باسم كان بدنا شي نرجع نرجع لورا لذكريتنا شو كانت برمينا ونحن كلنا عشنا طفولتنا ببرمينا فرجعنا إنه قلنا كلمة فلاشباك حلوة لأنه إنه فلاشباك وهالسنة إنه قمباك فلاشباك يعني عم نرجع لمرحلة كتير حلوة من تاريخ لبنين أو من منطقة معينة من تاريخ لبنين الأوتيل برانتانيا بالوس أوتيل هو اللي مستضيف هالحادث للسنة الثانية على التوالي هو موجود أكيد ببرمينا من أجمل المصايف بلبنين برنامج هالسنة حافل وغني ومنوع ومخصص للكل الكبار وصغار ولكن شو الهدف من هالمهرجين يعني كان في فكرة أو رؤية معينة كان عندك هالسنة الماضية حتى انطلقت فيه مضبوط غير إنه كنا بننا نرجع نعيش المنطقة أنا دايما إنه بحب شجع كل هالصناعة اللبنانية وهالأرت والفاشن اللبناني فمثل كل سنة وهالسنة بعض أكثر والديزاينرز أنا ستين ديزاينر هالسنة من كل شي من التاب للأحزيه للجولوري للفوبيجو للولاد وللنساء وأكيد لرجال هالسنة جربنا نجيب كثير قصص لرجال لأن دايما ديقول لنا ما بتفكروا فينا بقى جربنا كمان هالسنة يعني منها الناحية فكرتوا بالكل الكبار وصغار رجال ونساء وهون بالدرجة الأولى يعني فكرتوا بالمصممين اللبنانيين اللي يمكن ما عندهم فرص كتير إنه يعرضوا أعمالهم أو بعضهم منطلقين بس بالفعل عندهم المواهب وهي دي فرصة لقلهم حتى يقدموا أعمالهم طفل في كتير منهم ما عندهم إنه بركي قدراتي يكون عندهم محلات وشويشا بيبلشوا بهالمعارض في كتير منهم بلشوا بالمعارض وبينطلقوا من هيك معارض ومن سن إلى سنة بيصير عندهم أتليا خاصة في يون وانت اليوم لابستي لنا من عدد من المعارضين أنا ديماً بنبوص الليبانيز ديزاينرز هيك إشاة رح نشوف هيك إشاة رح تشوفه وبعد في قصص أحلى بكتير وهلا مش ما في بس إنه في كمان ديزاينر في كمان كونسب ستورز وعنا بيك كيدز إيريا نحنا جربنا نعمل شي لكل العائلات يرجوا من الثلاثة إلى الأحداش بالليل يقولوا ياريت أطوال فكمان عنا بيك كيدز إيريا مع زميرتكن سارة غنطوس جميع نستلمي هالشق من المعارض مثل كرمس وكل يوم في خبرتنا على كلنا بحلقة نهار السابت بفقرة كيدزينفان عن بعض النشاطات اللي من حضرتها ضمن هالمعارض بالفرانتانية نحن نترك لكم نياها سيربريز بس طمع أنه فيكم تطلعوا هون لقطات من السنة الماضية الافتتاح أكيد رعاية وزارة السياحة مضبوط هسنا كمان عنا رعاية وزير السياحة ورعاية وزير السيزة ألا حكيمة فكمان راح يكون معنا ومثل ما شفته في هول الصور تبع سنة الماضية هسنا راح يكون بعض أحلى وأكبر وكمان عنا من بيقول فان بيقول أكل بقى كمان عنا سوء الأكل كمان مع زميلنا أنتيني رحيل اللي راح يكوننا موجود اللي عودنا يعرفنا على قطيب المأكلات والمناطق اللبنانية بفاقرة مشوار عائلة الام تي في كلها موجودة عندكم بالفرانتانية أنتو بدأي أشكركم لأن الام تي في هي like our partner media فإيه كلكم شجعتونا وبالعكس أنت العائلة كبيرة صرنا وبدي أحب ديف أنه هالسنة كل سنة نحنا من نقي جمعية أو قضية مضبوط هالسنة ندعمها هالسنة راح تلقفه في ستاند لا أكسوفيل هي جمعية بتهتم بمدرسة يلي مثل ما بتعرف مدرسة اللي بتهتم الأطفال ذوي لإحتياجات الخاصة مضبوط فبتعلمون بباليش وهالولد مش بس بيعلمون بيعلمون كمانا كل شيء تخفاي مانويل نعم أشغال يدوية أشغال يدوية بيعلمون من الباتيسغي للتطريز للغتان ورح تشوف والولاد رح يكونوا فوق بيبيعوا هن منتوجاتهم وهك لأن أطفال أكسوفيل رح يكونوا موجودين مع المنتوجات اللي هن صنعوها بيديون لأنه نعرف الأطفال اللي دايما بيكونوا عند المواهب أو مهارات أخرى خرج إنه نمية مضبوط فرح تشوفوهم فوق رح تشوفوا منتوجاتهم بقى نحن هالسنة لنا أنه حابين نشجعون وخاصة أنه هالسنة عندهم بروجيك جديد هو يكبروا المدرسة يقدروا يستوعبوا أكتر أولاد ومن مناطق أبعد يعني كلما المشاهدين والزوار كانوا أكتر كلما قدرنا نساهم بدعم جمعية أكسوفيل أكتر خلينا نشوف الدعاية لهذا الحدث بروموسيوم ترجمة نانسي قنقر بالإضافة للإشار الذكرتين قبل شوي سنتيا شفنا وجوه منحبة ومنعرفة وجوه فنية وجوه إعلامية خلينا نبدأ مع زملائنا كمان شفنا رولا كاعدي من فكر الفاشينيستا رولا دائما بتشجعنا وبتساعدنا بنقي كل الديزاين بتعفل لأنه هي شخص للفاشين والديزاين فرولا بتكون معنا فوق وهي دائما بتشجعنا وبتشجع الديزاينرز تعرفنا عليهم على كل من من أسبوع وبتعلمنا كيف ميكس من الكل وهي رح تكون موجودة ممكن يستفيدوا من خبرتها ويستشيروا بهالمواد بيالربات 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 بيكون معنا بيشجعنا كمان بهالمبادرة وليديمان بيكون ورانا وكلهم متل ما شفت إنه ناس من كذا دومان يعني شفنا العازفة والمؤلفة جيما نوكيون كمان جيما نوكيون كمان كلهم هولي بيحبوا يشجعونا لهالمعرض وأكيد فعنا كتير فننين رح يكونوا بانديت صغار لبنيني وبعدنا كل يوم معنا لك ستكون معنا وكلهم سدجان لبنية وهون كمان بطريقتكم عم تدعموا المواهب الفنية الجديدة نجرب قدمة فينا يعني نشتغل على كل المجالات خلينا نعطي تفاصيل معرض من 28 مظبوط يعني من الخميسة الأحد من 22 إلى 31 بالشهر منبلش من ساعة 3 إلى 11 بالليل كل يوم منكون فوق أنا ترينكون في برمينة وبحب أشكر بلدية برمينة يلي كتير ساعدتنا لتنظيم تعرفي كلنا نتحمس أو نتشجع حتى نزور هيك معارض أولا المنطقة بتكون بتجني المناخة بتكون حلو الأجواء بتكون حلوة بوردين ولكن نعتلهم أولا الطريق كيف بدنا نوصل إذا في عجلة سير إذا الباركينج مسهل موضوع الباركينج أساسي هل فكرتوا أو تعاونتوا مع البلدية بالنسبة لها الموضوع أكيد يعني هون بدأ أشكرهم لأنه سنة يومين عم نخطط مع البلدية كيف نسهل هالأمور للناس في باركينج إذا شوي بعد في شطر اللي سيجيبون للأوتيل في فلية باركينج يعني جربنا هالسنة قد ما فينا ننظمة ونطلب الناس يكونوا شوي معنا لأنه رح يكون في عجقة أكيدة بس كلها رح تكون بي نظمة عجقة منظمة عجقة منظمة فلا يعني من هالناحية اشتغلنا عليها سنتيا تحضير أو تنظيم هيك حدث من نهيين أبدا خاصة أنه بيمتد على مدى أربعة أيام وهالأد في نشاطات مختلفة عمتى ببلش التحضير وعلى أي أساس بتختار العارضين أو المشاركين فيه طب فهلا صار عندي مثل يعني الناس بيحبوا يلحقونا وين ما منروف ومثل ما بقول أنه عائلة إن أكشن كبرة وعب تكبر كل سنة فبالعكس هنا بيصيروا عب ينطروا يعني فلاش باك هالساني نطرين مناطرة للديزاين بشي هيك كبرت لأنه كنت في كتير طلب على المعرض وأكيد أنا الأكيب يعني طبعتي بدي أشكرهم لأنه منشتغل على قليلة شهرين ثلاثة فول تايم عن ديز بروجيك لأنه بياخد كتير وقت مثل ما قلت لأنه بنعمل من كل شي من البرغة للتيفي لكل شي يعني بدنا نضرب حساب كل شي فبدي أشكر الأكيب طبعتي لأنه كتير عم بيساعدوني وهلكو بس راح تشوف نعطيهم العافية وليحابي بيبقى أكتر من نهار فينين فوق كمان أكيد الأوتيل فوق ومرمم وحاضرت يستقبل كل الناس وبحب أنا أشكر جورج أشقري اللي هو هو صحب الأوتيل وهو كان بالبداية كانت فكرته كان قال لي سنتي بدأ أعمل شي للأوتيل ولا برمينا فبدي أحيي وأشكره لفكرته ولساقته فيه أجواء فنية احتفالية صيفية الويكند باش نهار خميس بعد بكرة وكل الويكند بمعرض سلاش باك 2016 عقبال كل سنة ويعطيك العافية لكل الفريق اللي معك وقفي مشاهدينا ومنرجع لفكرة سانتي خليكم برفقتنا